من أكثر الأسباب اللي بتخلي منشئ المحتوى ممكن يقفل قناته أو يكون مالوش نفس إنه هو يرفع فيديوهات بيصاب بالإحباط سواء أنت شغال على اليوتيوب على التيك توك على الفيسبوك على أي منصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الإنترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيل ميديا كل واحد بيكون جواه حلم يفكر يعمل قناة يفكر يعمل مشروع في الحياة العملية يفكر يعمل صفحة فيسبوك اشتغل على التيك توك يعني الإنسان دائما بيفكر إنه هو يعمل مشروع أو يعمل حاجة تساعده بإنها تزود دخله ولكن منشئ المحتوى بيواجه صعوبات جدا في إنه هو ينجح على سوشيل ميديا في نقص مشاهدات إزاي إنه هو يحصل على مشاهدات ومشتركين وبعد كده في مرحلة الأرباح ولكن ضيف على ده كله كمان إن يلاقي ناس بتسبب له إحباط يلاقي ناس تكتب له تعليقات سلبية يلاقي ناس تلقح بالكلام عليه تلاقي ناس بتكتب على منتديات قنواتها وتلقح بالكلام على حد معين بتلاقي ناس بتعمل فيديوهات وتعمل ريأكت على قنوات تانية ومحدش مركز في حاله ناس تعمل تضليل وتعمل أي كلام في البتنجان وبرضه مش عايزة تسيبك في حالك انت شغلهم عايز يخليك إن انت تقع ما تشتغلش ما يكونش لك نفس إن انت تعمل فيديوهات عايز يقرهاك في الحاجة اللي انت بتحبها أو الحاجة اللي انت بتحبيها تلاقي جرتك بتقولك إن انت بتعملي إيه اللي انت بتعملي ده قناة طبخه وقناة كذا ولما انت تنجح كل الناس تجري وراك ولكن انت لسه مواصلتش لمرحلة النجاح اللي انت بتحلم به هيجيلك إحباط وهيجيلك مشاكل كتير جدا في الطريق إلى أن تصل لمرحلة النجاح الناس لها في الأخطاء لها في المشاكل ملهاش في النجاح للأسف أنا مهندس ولكن مش متخصص في التنمية البشرية والعلم النفس والحاجات ديت ولكن يعني قارئ لهذا الأمر ومهتم بهذا الأمر ولكن في ناس متخصصين أكيد أعلم مني بكثير جدا في موضوع التنمية البشرية وعلم النفس فأنا طالع عشان أقول لك إيه كمنشئ محتوى وركز معي معلش في الكلمتين دول عشان دول مهمين جدا والله أنا بكلمكم دلوقتي لإخواتي وإخواني وبكلم نفسي قبل ما بوجه لكم الكلام ما هو الفرق ما بين الحقد والنقد طيب أنا مش عمل نفسي فيلوسوف عصري وهرجع للشات جي بي تي نسأله السؤال ده يلا مع بعض ما هو الفرق بين الحقد والنقد يلا يا شات جي بي تي عايزين نستفد منك بيقول لك الحقد والنقد هما مفاهيم مختلفة تعبران عن نواحي مختلفة من التفكير والمشاعر إليك الحقد وبينقصين كده الكراهية الحقد هو شعور سلبي عميق ينبعث من الغضب أو الإحباط تجاه شخص معين أو حدث يمكن أن يكون الحقد ناتجا عن إحساس بالظلم أو الإهانة أو التجاوز يمكن أن يؤدي الحقد إلى تكوين رفض عميق للشخص أو الأمور المرتبطة به قد يكون الحقد دافعا للتصرفات السلبية أو الانتقام ده بالنسبة للحقد يبقى الحقد يعني كراهية إنسان بيحقد عليك يعني بيكرهك بالآخر كده النقد النقد هو تقييم أو تحليل للأفكار أو الأعمال يستند إلى معايير معينة يمكن أن يكون النقد إيجابيا عندما يكون هدفه تحسين الأداء أو المساهمة في التطوير يمكن أن يكون النقد سلبيا عندما يكون هدفه الانتقاد دون تقديم حلا أو تحسين النقد يعتمد على التفكير البناء وقد يكون جزءا طبيعيا من عملية التحسين الذاتي أو التطوير باختصار شات جي بيتي بيقولك باختصار الحقد هو شعور سلبي وعميق تجاه شخص أو حدث في حين أن النقد هو تقييم أو تحليل أن يكون إيجابيا أو سلبيا ويستند إلى معايير محددة إيه رأيكم في الكلام ده؟ عازك تكتب لي كده رأيك في التعليقات متى يكون الشخص اللي هو بيوجه لك كلام؟ إنه هو نقد وليس حقد كيف تعرف ذلك؟ كيف تفرق ما بين الحقد والنقد؟ عندما يقوم شخص بكتاب التعليق سلبي هو أصلا لم يشاهد الفيديو بتاعت للنهاية ما هو شعورك عندما ترفع فيديو وتلاقي ناس عاملين رئاكتة عليك ورفعين فيديوهات ويتكلموا ويرفعوا لمنتدات قنواتهم بمجرد أنه هو بس عايز يجيب مشاهدات على اسمك أنت بمجرد أنه حس أن أنت هجيب مشاهدات على فيديو معين لازم يعمل فيديو فورا ويتكلم عن الفيديو اللي أنت عملته في حين أنه هو ممكن يكون بيقدم تضليل للدهار واشتغلات وحوارات ولكن أنت لما تعمل فيديو كده معين تشرح حاجة معينة أكلة معينة عملتي أكلة كذا شرحت برنامج كذا شرحت منصة كذا للربح تبص تلاقي هبا طلع بسرعة ويكلمك ويقولك ده الأكلة دي مش كويسة أو البرنامج ده مش كويسة ما هو شعورك في هذه الحالة؟ هل هذا نقط أم حقت؟ وعلى فكرة خلينا زيدك من الشعر بيت أن أنت هتحس من الشخص اللي بيكتب لك تعليق أو طالع يعمل رياك تعليك أنه هو فعلا نقد ولا حقت بتحس والله بيكون باين جدا الشخص المتزن الشخص اللي هو حكيم الشخص اللي هو بيخاف من ربنا الشخص اللي هو هدف يجب مشاهدات ولكن في نفس الوقت مزعلش الآخرين بيبان جدا وبيكون واضح جدا من خلال تعاملات الإنسان اللي هو بيحقد عليك مش هيشوف غير فقط السلبيات مش هيفكر في أي إيجابات أنت بتعملها ولا هينظر لها لو أنت عملت مئة حاجة كويسة وجيت عملت حاجة واحدة وحشة هو هينظر فقط ويكون العدسة بتاعت عينه دي فوكز أو مركزة فقط على السلبيات ومش هيتذكر إطلاقا ولا هيذكر الإيجابيات اللي أنت بتعملها أو الأشياء كويسة اللي أنت بتعملها أنت تعمل اهتجاه هؤلاء الناس تبقى أنت ذاكي شغل مخك شغل بطيخة دي أوعك تفكر فيهم شغل دي شغل بصر دي شغل دي شغل دي شغل دي شغل دي شغل دي وحلال فقط هو ده الريفرنس لك هو ده المرجع بالنسبة لك إحنا المرجع بتاعنا مش أفراد مش ناس المرجع بتاعنا شريعة موجودة وقانون موجود وبالتالي أنت لا تنظر لكل هذه الأشياء في ناس تلاقيهم أنه هم عايزين ينزلوك من على السلم أنت بتحاول تطلع وهم بيحاولوا ينزلوك تعبان نفسيا الموضوع مأثر عليه قوي حايز يجيب لك أي سلبية يتكلم عنها وطبعا ده بيكون ناتج عن مزيدا من الوقت عند هؤلاء الناس وقت كتير فاضي فبالتالي بيكون مشهر فيه يعمل إيه يشوف قناة الأكل بتاعت فلانة أو هي تشوف قناة كذا أو يشوف قناة العلم والتكنولوجيا رفع فيديو آه الفيديو ده يجيب مشاهدات يلا بسرعة نعمل فيديو وننتقده كان زمان في القرى الناس الطيبين الستات الكبار بعد معيالهم كده يروحوا المدرسة وأزواقهم يروحوا شغلهم أو ينزلوا الغيط الأرض فيبدأوا أن هم يعودوا كده مع بعض بس كل واحدة قاعدة في بيتها وأخبالك إزاي؟ على العتبة بيسموها العتبة كده يعني أصد البيت ده قدامه فدي تقعد هنا ودي تقعد هنا ويبدا يوكلوا مع بعض بالساعات فاضيين بقى هوما ناس طيبين وكده يعني بس فاضيين يمكن الأيام دي الوضع اختلف عشان الناس يعني متأثرة بالحياة الاقتصادية والمشاكل بتاعة الحياة اللي احنا بنعيشها ولكن كان زمان موجود الشئ ده كنا بنشوفه شفتي يا أختي يا سهام شفتي مبارح أبو محمد ضرب العال نمو مغير أكل وشفتي كمان يا سهام مبارح بنتي مذاكرتش ولا عملت حاجة خالص وقال إيه يا أختي عايزة موبايل آيفون 14 برو ماكس ولا آيفون 15 برو ماكس والتانية طبعا بقتل اللي ايه اللي بتسمع لها تقول لها يا أختي يا حزني ده فلان الفلانية جارتنا التانية عارفة يا أختي جزء عمل لها ايه جاب لها ترطية قدك ده ترطية قدك الشمعية فيها قدك ده الشمعية دي ما عرفش واحدين يردوا على بعض فاضيين هم غلابة وطيبين بس فاضيين يعني هيعملوا ايه هيعودوا ايه يذكروا الزكاء الاصطناعي ما هو فضى وقت فيعودوا بقتلوا مع بعض وفلانا حصل لها كذا وفلانا حصل له كذا هم 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 وفلانا جالها عريس وفلانا جالها اه ما عرفش ايه هم ده كله نتج عن فضى هم صح فهذا ما حدث في المحتوى التعليمي عدم التركيز على المحتوى والكلام خلص الكلام اللي بتقال كل شوية بتاع زيادة المشاهدات والزيادة الارباح والحاجات دي كلها الكلام اللي هو الفاكسان ده اللي هو التضليل ده هم بدأ يخلص فهنعمل ايه نركز مع الاخرين فالحل مع هؤلاء الناس هو التجاهل التجاهل اوعك ان انت تلتفت للوراء انظر للامان طالما ان انت بتعمل حاجة قانونية وحلال لا تنظر الى الوراء ما تحطش حد في دماغك مش شرط ان انت ترفع على قناتك حاجة تكون مناسبة لكل الناس ربنا سبحانه وتعالى لم يكتمع عليه البشر النبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله لم يكتمع عليه البشر فاحنا مين انا مين انا انسان عادي جدا انسان طبيعي جدا فلو انا ملقتش ليا ناس بتنتقدني يبقى دي في حاجة غلط اصلا يعني حط لنفسك خطة للنجاح وابدأ ان انت اسعى واضع ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول ان انت تنجح في هذه الحياة لو انت حسيت ان في ناس معينين بيحاول ان هم يدو لك نصائح رحم الله امرئين اهدى الي عيوبي وبيرسلك على الخاص وبيبدأ ان هو ينتقدك او بيقدم لك النصيحة بشكل مهذب فعلا انت حسيت ان هو خايف عليك في الوقت ده يبدأ اخد كلامه وحلله تأخذ به او لا تأخذ به الامر الراجع لك انت برضه ولكن فكر في كلامه طالما انه انت شايف ان شخص بيقدم لك نصيحة وعايزك تكون افضل من المستوى اللي انت موجود فيه لكن لما تحس ان الشخص اللي امامك ده عنده كراهية وعنده حقد تجاهك اوعك ان انت تنظر ليه اعمله تجاهل فورا لانه هو ببساطة عايز يشغلك هو عايز يشغلك عايزك تكون مشغول في ان انت توقف ترد عليه وبتفكر تعمل فيديو يجيب لك احباط ما تعملش الفيديو اللي بعده وهو يفضل شغال ويعمل فيديوهاته او بيرفع على الفيس بيرفع على شغال على تيك توك بيعمل بث مباشر بيعمل كذا ايا كان تمام فهو عايز كده عايز يخليك ان انت توقف مكانك بل بالعكس وترجع للورا كمان وهو يفضل مستمر ويبدأ ان هو يجيب لك احباط وده طبعا انت في الوقت ده انت منتج زكي انت خليك زكي وتجاهل كل هؤلاء الناس فلما حد يكتب لك او يكتب لك تعليق او يعمل عليك فيديو او يكتب لك على منتدى عنده كبر البطيخة اللي فوق ديات كبرها كبر دماغك خالص انا مش عايز اتكلم في هذا الامر كتير لان انا علقت في هذا الامر اكثر من مرة ولكن يعني لما الموضوع يصل للحقت انت او هكتضيع وقتك ان انت ترد انت بكن ترد لما حد يتكلم عن تحس انه بيتكلم عن معلومة تطلع ترد على معلومة ما فيش مشكلة ولكن لما تحس ان الامر وصل للحقت فبالتالي انت تصغر نفسك لو انت طلعت ورديت ونصحتي لكل واحد منشئ محتوى ان انت داع الملك للمالك لو انت هتطلع وتنتقد تطلع تنتقد بشكل مهذب ما فيش اي مشكلة خالص محتوى الرئاكت موجود والناس بتعمل الرئاكت عادي جدا ما فيش مشكلة ولكن يكون بشكل مهذب بحيث ان انت ما تأثرش سلبيا على مزاج وحالة الناس اللي انت بتنتقدهم لان انت ببساطة ربنا سبحانه وتعالى يا حزبك على كل كلمة انت بتقولها والتلقيح اللي انت بتقوله ربنا يا حزبك عليه ولا تفرح اخي الفاضل او اختي الفاضلة من ان في شوية ناس بيكتبو لك يا مبدع في التعليقات لان هما برضو بيدخلوا عند قنوات تانية وبيكتبوا نفس الكلام او انا عندي برضو ناس عندي بيكتبو لي يا مبدع انا كمان في قناتي فبالتالي حاول ان احنا نكبر ونركز في محتوانا ونكون مرجع للناس اللي شغالين وعايزين يرباحوا على سوشيال ميديا انا مش شرط ان انا اعمل لك كل فيديوهاتي تكون تخص كل الشريحة في قناتي اكيد ان انا النهاردة هشرح حاجة تخص الكمبيوتر ممكن يكون فيه ناس كتيرة مش مهتمية بيها لكن ده مهم بالنسبة لمحتوى بتاعي محتوى تقني انا بشرح لك منصة للربح طالما ان هي منصة قانونية وحلال زي اليوتيوب تجيب ارباح كتيرة تجيب ارباح قليلة موجودة في بعض الدول مش موجودة في بعض الدول اللهم ان دي حاجة لازم اشرحها لان انا مفترض ان انا اوضح لكل الناس اللي عندي المصادر او المنصات اللي ممكن تربح منها اكيد في ناس تستفد من هذا الامر وناس تانية لا لما اطلع اشرح لك جاكو او ديلي موشن او حاجة تخص اليوتيوب او التيك توك او كواي او الفيسبوك او انستجرام او رامبل كل المنصات اي حاجة الاقيها انها مفيدة انا ابدأ اشرحها دي راجع عليها انا ورجع للمشاهد هو اللي يقول كلمته بالشرط ان انا التمانين الف او المت الف او المتين الف ومشترك اللي عندي كلهم يكونوا مهتمين بهذا الامر لا لازم ان انا نوع ولكن في نطاق محتوى قناتي تحياتي لكم فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كما انشئ محتوى على اليوتيوب كبر دماغك وركز مع محتوىك وضع امامك هدف وان شاء الله تحققه في 2024 في امان الله مع السلام